اكيد مباراة مهمة جدا للنادي المصري البورسعيدي امام فريق نواذيبو الموريتاني في الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفيدرال الافريقية المقرر برضو قامتها يوم الحد اللي جاي ان شاء الله في ستاة اسكندرية واللي بتتيح بقى للفريق السعود رسميا لدور التمانية من البطولة بعد الهزمتين طبعا امام نادي بيرمز في الجولتين التالتة والربعة كمان عقد كابتن اهاب جلال الموديل الفني النادي المصري البورسعيدي جلسة مع اللاعبين اكد لهم ضرورة الفوز في اللقاء اللي جاي ومن المتوقع ان يعيد جلال عددا من اللاعبين اللي كانوا بعيد تماما عن التشكيل الاساسي في اللقاء الاخير في تلك المواجهة على رأسهم احمد مسعود حارس المرمى اسلامة بوسليمة مدافع الفريق الفلسطيني كمان محمود ودي هداف الفريق اعتقد مباراة مهمة جدا للنادي المصري يمكن كلام كتير عن النادي المصري البورسعيدي في الفترة الاخيرة وكابتن اهاب جلال وجماهير بورسعيد وكل شوية لما المصري بيخسر مباراة او اداء وحش او يتعادل مباراة بنسمع كلام كتير جدا عن المصري وعن كابتن اهاب جلال يعني ياريك جماهير بورسعيد تكون مقدرة شوية الموضوع وتدي الثقة الكاملة للكابتن اهاب جلال اللي بيشتغل اكيد علن الفريق وعارف ومقدر طبعا اهمية الكنفترالية الافريقية يمكن المباراتين امام بيرمتس كان ليهم حسابات خسر المباراتين ولكن لسه امل الصعود موجود عنده مباراة مهمة جدا زي ما بتكلم مع حضراتكم امام نواذيب والموريتاني فاعتقد محتاج الدعم الكامل من كل جماهير بورسعيد ومن كل اكيد الجماهير المصرية والواحد بيكون مبسوط ان في فرق مصرية موجودة بتنافس فرق مصرية عندها بتلعب كرة حلوة شايفين شكل سواء المصري او بيرمتس في الكنفترالية شايفين شكل نتمنى ان يكون النهائي مصري في الكنفترالية ما بين المصر والبيرمتس او يعني حتى لو لأسوأ ظروف يكون فريق مصري موجود في النهائي ان شاء الله السنة دي لان السنة دي الكنفترالية سهلة نسبيا سواء البييرمتس اللي بيمتلك عناصر كتير جدا من اللعيبة اعتقد سهلة بالنسبة له نسبيا ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق كل الاندية المصرية دوري ابطال الافرقية اهل زمالك والمصري بيرمت ان شاء الله في الكنفترالية الافرقية